بهدف تجيع التجار على شراء منتجات الصناعة الوطنية من الألبسة والأقمشة افتتح وزير الصناعة والتجارة المهندس يارو بليك دال يوم معرض جوفاشن 2017 الذي يجمع التجارة والمستوردين في مكان واحد لعقد صفقات تجارية وبتنظيم من نقابة الألبسة والأقمشة التفاصيل في هذا التقرير من أجل إقامة شراكات وعلاقات مباشرة ما بين التجار ومصنعي الألبسة الأردنية والموردين والمستوردين بدأت فعاليات معرض جوفاشن 2017 في عمان للترويج لقطاع الألبسة في ظل التراجع الذي يعيشه القطاع حقيقة يتمتع هذا المعرض بأهميتين كبار الهمية الأولى هي عملية الضبط ما بين المصنع الأردني والتاجر الأردني بنفس الوقت لأن العملية عملية تكاملية الصناعة الأردنية في غاية الأهمية لكن بحاجة إلى بعد القطاع التجاري حتى تنمو وتنجح الصناعة الوطنية الأهمية الثانية وحتى يتطلع المواطن بشكل كبير على التقدم والتطور للمسه هذا القطاع يعني بعض القطاع الموجودة هنا حقيقة الجهد اللي بتأخذه حتى تنتج يمكن بتجاوز أربع أيام عمل متواصل وهذا يعني أن هناك قيمة محلية مضافة عالية جدا في قطاع الصناعة تسعى نقابة الألبسة والأقمشة من خلال المعرض الترويج والتسويق لقطاع صناعة الألبسة والأزياء الأردنية سواء القائمة لدى المصانع أو المشاغل التي يصل عددها إلى ما يقارب 12 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة ويتجاوز حجم القطاع نحو مليار دولار تقريبا الأصناف المعروضة تتجاوز تقريبا 6500 صنف معروض هدف المعرض تمتين العلاقة ما بين تاجر التجزئة المفرق وتاجر الجملة استهدفنا حوالي تقريبا 12800 تاجر من شمال المملكة إلى جنوبها نتوقع إن شاء الله أن يكون المعرض ناجح بوادر قوية في تأكدات حضور من الضفة الغربية وفي عندنا تأكدات جتنا برضو من دول خليج جوفاشن 2017 جاء لكسر حالة الجمود التي تواجه قطاع الألبسة وإظهار الدور الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني وأهميته للمواطنين ليلة خالد رؤية وقعت رانجل أردن اتفاقية مع شركة رابوت إحدى الشركات الناشئة المنضمة للموسم الثالث من برنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمال وشركات الابتكارية الناشئة باسم بيتج وبموجب الاتفاقية ستكون أورانجل أردن أول مشغل اتصالات على مستوى العالم يقوم بإطلاق أول تشاتبوت ناطق باللغة العربية للتواصل مع زبائنها بخدمة التواصل والدردشة النصية الفورية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف رفع كفاءة خدماتها لتعزيز تجربة زبائنها معها وستقوم شركات أربوت وفقا للاتفاقية بتزويد أورانجل أردن بأول تشاتبوت عربي مطور من قبلهم ومصمم بميزات عدة تجعله نظاما وحلا مبتكرا للتحادث والتفاعل وإجراء العديد من المعاملات شركة أربوت شركة أربوت شركة أردنية متخصصة في تطوير التشاتبوت العربي مدعوم بالـ Artificial Intelligence والMachine Learning والBig Data أحدث التكنولوجيا لتقديم هذه الخدمات الخدمات تقدم لأول مرة في مستوى المنطقة ومستوى العالم في اللغة العربية لذبكين المستخدم وعملاء الشركات من التخاطب مع شركاتهم بصورة مباشرة باللغة العربية ترجمة نانسي قنقر